لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أك رد بعقل أحبا نقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المسأل مرحب بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وأنوان حلقتنا النهاردة تمسك شيخ الأصهر بمسهب غير مفهوم إحنا طبعا أعزائي المشاهدين زي محضراتكو تبعتونا في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن عقيدة ابن حجر وأنه أشعري وشفنا إزاي أن المساحب الأربعة بتكفر الأشعر وأنهم خليط من الجبرية والقدرية والجهمية والمرجئة وأنهم بينكروا كل الصفات الخبرية والفعلية لله طبعا سواء كان عن طريق التأويل أو التفويت ومشاكل التوحيد عندهم كل دا تكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت وتكلمنا عن التحسين والتقبيح الشرعيين ونتائجهم وكان من أهم النتائج التحسين والتقبيح الشرعيين أن العقل لا يحسن ولا يقبح لأنه لا يدرك الحسن والقبيح لأن الأفعال مستوية فبالتالي راحوا لغوا العقل وكده مش بيعرفوا يفرقوا بين الفعل وعكسه غير لما طبعا ينهى عنه الشرع وبكده ألغوا العقل والإدراك وقالوا قدرة الإنسان وأن العبد مجبور وأن الإنسان زي الريش في مهب الريح ولا حكمة لأفعال الله ولا علة وأن الأشياء في ذاتها مستوية لاشتراكها في الصدور عن المشيئة وإنما تكسب الحسن والقبح بالشرع وده معناه عند الأشعارة أن الفعل وعكسه متسوين زي الزنا والزواج والربا والبيع والله ممكن يحلل ما يحرمه أو يحرم ما يحلله وطبعا السؤال كان مطروح في كل الحلقات تقريبا إزاي أنت تاخد عقدتك من واحد أشعاري وإزاي أهل السنة راضين بشرح البخاري من واحد زي ابن حجر العثقلاني وهو أشعاري وخطر ببالي أنه ممكن واحد من المشاهدين هيسأل سؤال ويقول أن كل كلامنا ده في الحلقات اللي فاتت عن الأشعارة عن ابن حجر مجرد عقيدة موجودة في الكتب ومش موجودة على الأرض الواقع وإن ابن حجر مات في سنة 852 هجريا وما فيش أي أشعارة دلوقتي ممكن نستفيد منها هقول له الكلام ده مش صحيح لأن الأشعارة ما زالوا موجودين وزي ما نقلنا لكم في الحلقات اللي فاتت كلام بعض الأشعارة واللي أهمهم على الإطلاق هو شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب وإحنا لما بنتكلم عن شيخ الأصهر إحنا بنتكلم عن شيخ الأصهر كمنصب يعني أي شيخ أصهر هيكون شيخ الأصهر هيكون أشعاري وده اللي هيأكده لنا في الفيديو اللي الجاي إن الأشعارة مش موجودين وبس لا دلوقتي مصيطرين على أهم مؤسسة دينية في العالم الإسلامي واللي هي الأصهر خلينا نشوف مع بعض شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب هيقول إيه كأصهريين أصل الأصهر تبنى المذهب الأشعاري منذ يعني ظهوره تقريبا إلى الآن وزي ما شوفنا شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب بيقول إن أصل الأصهر تبنى المذهب الأشعاري يعني منذ ظهوره تقريبا إلى الآن وهنا بيأكد شيخ الأصهر إن الأصهر أشعاري منذ ظهوره إلى الآن وطبعا الكلام ده مش صحيح لأن اللي بنى الأصهر هو القائد الفاطمي جوهر السقلي وبدأت الصلاة في الأسهر في رمضان عام 972 ميلاديا وكان الأسهر على مسهب الشيعة الإسماعيلية ومسهب الشيعة الإسماعيلي ده مسهب من مذاهب الشيعة الأسنى عشري وهو مسهب الدولة الفاطمية غاية نصلاح الدين الأيوب الجه مصر وكان ما تريدي وهو اللي حول مسهب مصر إلى المسهب الشفعي ومنع الصلاة في الأسهر عام 1171 وطبعا منع الصلاة ومنع التدريس وده معناه أن الأسهر اتقفل واللي قعاد الصلاة والتعليم للأسهر هو الزاهر بيبرز عام 1266 وكان على مسهب الحنف يعني الأسهر كان شيعيا إسماعيليا لمدة 199 سنة وتقفل لمدة تقريبا 100 سنة يعني الأسهر لمدة 299 سنة ما كانش أشعري ولا سني إزاي الشيخ الأسهر الدكتور أحمد طيب يقول أن الأسهر تبنى المسهب الأشعري منذ ظهوره تقريبا إلى آن ولاحظوا كمان معايا اسم الأسهر كمان لماذا سمي الأسهر بهذا الاسم فيه ناس بتقول أنه تسمى كده نسبة إلى فاطمة الزهراء لأنه كان طبعا في عهد الدولة الفاطمية نسبة إلى فاطمة الزهراء طيب هل فيه احتمال أن الأسهر ممكن يغير مسهبه وخصوصا بعد اللي إحنا قلنا في الحلقات اللي فاتت من برنامج النقل أم العقل لأن إحنا أثبتنا بالدليل أن المسهب الأشعري يعني جاحمي مبتدع مسهب ضل بين فيه صفات كمال عن الله وده معناه أنه بيثبت صفات النقص لله وأن المسهب ده بيكذب الله وبيكذب الرسول وبيجهل الصحابة وأن مسهب فيه كل مقالات الإلحاد شيخ الأسهر بيقول لأ إحنا متمسكين مهما قلته عن مسهبنا والفيديو اللي جاي شيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب بيعلن تمسكه وتمسك الأسهر بمسهب الأشعرة ولكن لماذا يتمسك الأزهر الشريف بالمذهب الأشعري كمذهب رسمي للأزهر الشريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى سؤال مهم وفي الإجابة عليه نقول أولا لأنه مذهب أهل السنة والجماعة بمعنى أنه المذهب الذي اختاره المسلمون واحتموا به ليتقوا به شر غلو المذاهب الأخرى التي ما تفتأ بين الحين والحين توقعهم في الدماء وفي عدم الاستقرار أو في التوتر فحضرتك من قديم الزمن هذا المذهب هو الذي ارتضاه جمهور الأمة الإسلامية ولا يزال وطبعا زي ما شفنا أن شيخ الأزهر بيعتبر أن المذهب الأشعري هو المذهب أو هو مسهب أهل السنة والجماعة وإحنا قبل كده وضحنا أن الأشعار بيعتبروا نفسهم أهل السنة والجماعة في الحلقة رقم 21 كانت بعنوان رأي ابن حجر في أهل السنة والجماعة وصف فيها ابن حجر أن أهل السنة مرة قال عنهم الحنبلة ومرة تاني قال عنهم المجسمة وفي حلقة رقم 23 وكانت بعنوان أهل السنة عند ابن حجر وابن حجر كان بيوصف ويبجل في علماء الأشعارة في كده فتح الباري وكان أول اسم شفناه القدوة أبو محمد بن أبي جامرة وتاني اسم كان أبي الوليد الباجي وتالت اسم أبي جعفر السمناني وهو من كبار الأشعارة ورابع اسم كان اسم الشيخ شيخانا الحافظ صلاح الدين العلائي وزي ما شفناه أن الشيخ الأصهر مش بيعلن تمسكه بمسهب الأشعارة وبس ده بيقول أن مسهب الأشعارة هو المسهبة الذي ارتضاه جمهور الأمة الإسلامية يعني غالبية المسلمين ولا يزال هو المسهب السائد وهي دي المفاجأة اللي نوهنا عنها أو نوهنا لها الحلقة اللي فاتت الغريب أن الشيخ الأصهر بيقول أن مسهب الأشعارة مش مفهوم يعني مسهب جمهور الأمة الإسلامية والمسلمين ارتضوا هذا المسهب بس هم مش فاهمين المسهب اللي ارتضوا بي ده والكلام ده هنشوفه في الفيديو اللي جاي بالبعكس أنا حتى لو نزلت بمسهب الأشعر العامة لا يفهمونه زي ما شفنا الشيخ الأصهر بيقول الدكتور أحمد الطيب بيقول أنا حتى لو نزلت بالمسهب الأشعر للعامة لا يفهمونه طبعا يقصد بالعامة أي عوامل أشعره واللي معناها برضو جمهور الأمة الإسلامية يعني غالبئة المسلمين اللي ارتضوا بمسهب الأشعره اللي مش فاهمين والغريب برضو أن الشيخ الأصهر بيأكد أن المسهب الأشعري واللي مش مفهوم في الفيديو اللي جاي خلينا نشوف مع بعض المسهب الأشعري باختصار ويعني خلانا احنا بنذكر به لأنه هو موجود هو موجود مش عنا بنخلقه ولا بنستغيه هو موجود بالفعل كسلوك متجزر في النفوس الأمة الإسلامية وفي سلوكها هنا الشيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب بيقول أن المسهب الأشعري باختصار اللي احنا خلانا بنذكر الناس به لأنه هو موجود هو موجود احنا مش بنخلقه ولا بنستغيه هو موجود بالفعل كسلوك متجزر في نفوس الأمة الإسلامية وفي سلوكها شيخ الأصهر بيقول احنا بنذكر الناس به لأنه موجود احنا مش بنخلقه هل الإنسان بيخلق ولا يكون قصد شيخ الأصهر بنخترعه لأنه أشعري والأشعري عندهم الخلق بمعناها الاختراع زي ما شرحنا يعني في الحلقات اللي فاتت نعيد كلامه مرة تاني بيقول احنا بنذكر الناس به لأنه موجود احنا مش بنخلقه ولا بنستغيه يعني ايه نستغيه هو تحضير عفريت يعني ايه تستغيه هو المسهب يعني زي العفريت كده بتحضره يا شيخ الأصهر المسهب اللي ارتضغى لبيت المسلمين مش مفهوم ولكن كسلوك متجزر في نفوس الأمة الإسلامية يعني لو تسأل أشعري عن ما سابه هايقولك أنا راضي بيه بس مش فاهمه لكن حاسس بيه كده متجزر في نفسي كسلوك لاحظ كسلوك يعني ايه يعني حاجة كده زي الإتيكيت مش إنه مفهوض على الأقل يقولك عقيدة مش كسلوك وإحنا هنلخص كل الكلام اللي فات بجملة واحدة الأشعري راضي بمسهب مش مفهوم متجزر في نفسيه كسلوك ودلوقتي هعمل ملخص لحلقة النهاردة في حلقة النهاردة شفنا مثال واضح على أرض الواقع على المسهب الأشعري ويتمثل في الأصهر وشفنا شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب هو بيقول إن الأصهر فعلا أشعري والمغلطات اللي قالها إن الأصهر منذ نشأته هو أشعري والكلام ده مش صح لأن الأصهر كان شيعي إسماعيلي لمدة 200 سنة وتقفل 100 سنة وشيخ الأصهر قال إحنا لا يمكن نغير مسهبنا مهما قالوا عنه طيب ليه قال لأنه مسهب ارتضاع غلبية المسلمين برغم إنه هو مش مفهوم للعامة لكنه كسلوك متجزر في نفوس الأمة أو في نفوس الأمة يعني الإسلامية وطبعا الكلام ده غير أكاديمي بالمرة تبني الحلقة جاية عشان نكتشف إزاي نشأ المسهب الأشعري والتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقله إذا ما نقبل بعقله إذا يرد بعقله إذا ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بينحاقون المسا